اشتركوا في القناة ولا روتين ولا خروجة ولا صحور النهاردة هنعمل حاجة حلوة طيب ايه هي بقى الحاجة الحلوة النهاردة هنعمل كنافة الفنجال بقى اقل التكاليف وابسط حاجة موجودة عندنا كل اللي هنحتاجه بس ان احنا هنشتري كنافة ماشي انا بحب الكنافة البلد اللي انتوا شايفنا بنجيب كيلو الكنافة هنقسمه اتنين دي كنافة الطيجر هتبقى غمقة على فتحة تمام هنجيب كيلو كنافة وهنقطعها بادينا حتة صغيرة كده ماشي بعد كده هنجيب سامنة بلد كبيرة يعني معلقة كبيرة يعني سامنة بلد في حلة ما تعملهاش في استلس اعملها في حلة عادي ألمونيا ما تعملش في استلس استلس هيلزق معاك اعملها عادي في حلة هاتي معلقة سامنة كبيرة زي ما انا عمنا كده ومقطعك كنافة تمام هتقطعها حتة صغيرة ده عصير العسل مية وسكر ولمون ومعلقة عسل جلوكوز او اي معلقة عسل عندك وهنجيب كاستر ونشا معلقة نشا وكاستر كاستر منجا على كاستر فانيليا معلقة من هنا ومعلقة من هنا معاليهم 3 معالق نشا مع نص كيلو لبن ونص كبيرة سكر وهندوب النشا والكاستر في المية الاول وهنحط عليهم فانيليا وممكن ما تحطيش لان الكاستر اصلا معلقة فانيليا فهمش هنحتاج هنقلبهم في كبية وبعدين هننزل على اللبن الدافع البتوكس ده ما انتو شايفين وهنفضل نقلب فيهم لحد ما نلاقي القوام اللي احنا عايزينه دي كده المهلبية بتاعتنا عندك بقى اي نوع قشطة هتحطي معلقتين ما عندك ايش قشطة حضرتك هتجيبي القشطة بتاعت الوش اللبن عندك من خزينة زي ما انا ما قلتلكو في فيديوهاتي لو بتتابعوني انا بحاوش الوش اللبن اللي هو بيبقى مغلى عندي بحطه في علم تمام انا هنا هستخدم وش اللبن بتاع القشطة بعد كده هجيبي الحلة وهياخد نص الكنافة بمعلاقة سمنة بلز كبيرة وهفضل اقلب فيها لحد ما تاخدوا اللون الدهبي والنص التاني هقلبوا تقليبة خفيفة يبقى ابيض زي ما انتو شايفين كده انا جدت الكنافة اللي هي الدهبي على الكنافة اللي هي اللي خدت وش واحد بس كده ابيض وهقلبهم على بعض وهفرقهم بايدي انا غاية ايدي كويس متخفوش يعني فهفضل اقلب فيها لحد ما ايه ما يكونش فيها عندي كنافة مكتلة هجيب معلقة سمنة واجيب الصينية اللي انا هحط فيها الكنافة وهجيب فنجال واسع عندي وهستخدم ايه هستخدم ايه ايه استريتش تمام وهحطه في الفنجال كده كويس واسبته وحط الكنفة الاول في القهر كده من تحت اللي هو الوش بتاعي هيبقى كسيف شوية وبعد كده هفرد الجوانب وهخلي ايه فيه خرمة من تحت اللي هحط فيه المهلبية او الاشتب المهلبية وحط كده في الدائرة اللي هتشوفوها ديت المهلبية اهو وعلى فكرة المهلبية دي انا هحط فيها سكر زي ما قلتلكوا يعني انا مدوبة معلقة كاستر المانجا مع معلقة كاستر فانيليا مع تلات معالق نشا في مياه ومعاهم نصد كباية سكر تمام؟ كل دوت حطيته بعد كده في اللبن وقلبته كويس او هبتدي ان انا احط بقى اقفل بقى ايه ضهر الفنجل او وش الفنجل اللي قدامنا دوا وهشيل بالستريتش كده وهقلبه زي ما انتم شايفين كده انا عملت معاكم كزا واحد اتبقى بقى شوية معايا كده هجيب قلب الكيك اللي عندي وهعمل منه ايه برضو ايه كاب كيك بس كاب كنافة المراضي هحط كده من تحت طبقة كسيفة كويسة وبعدين اخد شوية مهلبية بالاشتا من اللي انا عملاهم دولة تمام؟ وبعد كده هغطي طبعا باللي باقي معايا من الكنافة وعايزة بقى انت تجرنيشي بقى من الوش تحطي مثلا زبيب عايزة تحطي بس بعد ما تدخلين نار طبعا يعني بعد ما يستوي حطي لوز حطي بندق حطي فوزدق حطي زبيب حطي جوزهند لكن مش مش يعني مش هتدخليهم الفرن وتحط الزينة هتتحرق منك تمام؟ اه هنا انا دخلتها الفرن كده نص نص شوية وبعدين طلعتها عشان ازينها زي ما انتو شايفين بعدين هدخلها الفرن بقى تاني تاخد وشة خفيف من الشوية اهو زي ما انتو شايفين كده عشان خاطر ما تحرقش معي بعد كده اجبت الجوز الهند وحطيته زي ما انتو شايفيني تبقى معي شوية مهندبية كلسان طيبين موسيقى 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 موسيقى